دلوقتي هنروح مع حضراتكم لموجز وأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحا مع رجائي رمزي تفضل رجائي شكرا شكرا جزيلا محمد مشاهدين الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانسش موجز لآخر وأهم الأخبار يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات اطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي خلال فعالية اطلاق المشروع شاهد الرئيسان عرضا مرئيا حول أهداف المشروع ومكوناته وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية عقارية وسياحية وبيئية كبيرة وشاهد أيضا توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع وقد أعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ما بين البلدين الشقيقين هذا وقد شهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكدت مصر التزامها بالتعامل مع المجتمع الدولي لتنسيق توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وخلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حمل مندوب مصر الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عرقلت جهود تقديم المساعدات الإنسانية بشكل يرقى لانتهاك جسي من القانون الإنساني الدولي واتفاقات جونيفا كما شدد مندوب مصر على التزام مصر بحماية الأشخاص ضد أي كوارث وتقديم المساعدات الإنسانية وكافة نطاقات الخدمات الحكومية إلى ملايين الأفراد الذين هربوا إلى مصر من النزاع المسلح في الشرق الأوسط وإفريقيا أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي تصالة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان والبارو تناول خلاله مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة وأكد عبد العاطي تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد لاحتواء الموقف كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لأي انتهاك يمس سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضي وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني وتمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها أعلنت حركة حماس مقتل القيادي سعيد عطلة وثلاثة من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي على منزله في مخيم البداوي شمالي لبنان هذا وقصف طيرون الاحتلال الإسرائيلي أحدى المستشفيات العاملة في محافظة النبطية جنوب لبنان ما أسفر عن وقوع إصابات وذكر مستشفى صلاح غندور الواقع في قرية بنت جبيل بالنبطية أنه تعرض لقصف إسرائيلي أسفر عن إصابة تسعة من أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي معظم إصاباتهم خطيرة وأوضح المستشفى أنه تعرض لقصف إسرائيلي بعد تلقيه تحذيرا من الاحتلال بالإخلاء مشيرا لأنه على إثر القصف تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره أبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أو إن وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق قادما من بيروت في وقت سابق قال عراقجي أن بلاده تدعم جهود وقف إطلاق النار في لبنان بشرط أن يدعمه حزب الله اللبناني بالتزامن مع وقف لإطلاق النار في قطاع غزة أعلنت الولايات المتحدة عزمها تقديم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين في لبنان والمنطقة وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم مشيرة إلى أن المساعدات ستدعم أولئك الذين يفرون إلى سوريا استشهد ثمانية فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف من طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلتين في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات كما استشهد فلسطينيين آخران في قصف من قبل طائرات الاحتلال عندما قصفت منزلا شمال شرقي المخيم في مدينة دير البلح استشهد فلسطيني فيما أصيب آخرون في قصف الاحتلال لمركز لإيواء نازحين في مدرسة الصلاح بالمدينة أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ خمس عشرة غارة جوية على أهداف مرتبطة بقوات الحثي اليمنية وضحت القيادة المركزية أن الأهداف مرتبطة بقدرات عسكرية هجومية لقوات الحثي كانت مصادر بقوات الحثي أعلنت أن غارات جوية استهدفت عدة أجزاء من اليمن منها العاصمة صنعاء ومطار الخديدة أعلنت وزاة الدفاع الروسية شن هجوم صاروخي بواسطة منظومة اسكاندر أم على منطقة تمركز لمجموعة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة صومي ما أدى إلى تدمير 12 مركبة مدرعة والقضاء على ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال أنشطة الاستطلاع اكتشف عسكريون من وحدات قوات مجموعة الشمال الروسية نقطة تمركزين لمجموعة تكتيكية تابعة لأحدى الكتاب الآلية التابعة للواء الميكانيكي 47 والتابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والتي تم إنشاؤها في حزام الغابات بالقرب من مستوطنة فرونزينيكا في مقاطعة صومي مشاهدين نهاية الموجز عودة لاستكمال باقي فخرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل